إن البطيخ من أجمل الفواكه التي يحبها ويتناولها الناس وخاصة في فصل الصيف فيبحث عنها الكثير ويقوم بتناولها باردة لتهدئ من حرارة الجسم في الصيف فإن للبطيخ طعم حلو وجميل يجعل الناس يأكلونه كثيرا ولكن للأسف فإننا لا نعرف البطيخ الحلو الناضج والمستوي من البطيخ الذي لا يكون طعمه حلوا ولا ناضغا فنقوم بشراء الكثير من البطيخ ونجد لونه أبيضا وغير ناضغا فنجد طعمه لا يصلح للأكل فنرميه ولا نستفيد به فكيف نميز بين البطيخ الأحمر الناضج وبين البطيخ الأبيض الغير ناضج لكي نتجنب الغش والخداع من التجار فهذا الأمر ليس بالمستحيل وذلك من خلال علامات في البطيخة التي نشتريها ومن هذه العلامات للبطيخ الأحمر الناضج البقع الحلقية في أعلى البطيخة وهي بقع صفراء تظهر في الأعلى أيضا فإن ظهور خطوط صفراء خشنة كالشبكة الغير مستقيمة على البطيخة فإن هذه الخطوط تدل على حمرار البطيخة ونضغها أيضا من أهم العلامات أن البطيخة الحمراء الناضجة تكون متوسطة الحجم وتكون ثقيلة جدا بالنسبة لغيرها من البطيخ في حجمها فإذا حملت بطيختين في نفس الحجم فحمل البطيختين واحدة في اليد اليمنى والأخرى في اليد اليسرى وأيهما تكون ثقيلة فهي البطيخة الحمراء الناضجة أيضا من العلامات أن تكون البطيخة مستديرة كالقرى وليست طويلة كل هذه علامات تميز البطيخ الأحمر الناضج من البطيخ الأبيض الغير ناضج عليك بهذه العلامات لتتجنب الغشة والخداع من التجار